كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً غربي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء وذكر البيان أن عناصر إرهابية استهدفوا كميناً أمنياً غربي العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران وأضف البيان أن الهجوم وما تبيعه من ملاحقة أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية متواجدة في جنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في منطقة جازان وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن ترك المالكي في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية واس إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بيجدة تلقى بلاغا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو في تصريح أن الانتخابات المقبلة ستكون نازيهة وعادلة ودون مشاركة المؤتمر الوطني مؤكدا أن المؤتمر الوطني ليشارك في أي انتخابات مقبلة وأضف أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة مشيرا إلى أن الأمن مسؤولية الجميع يختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترام زيارته إلى بريطانيا بحضور احتفال الذكرى الخامسة والسبعين لما يسمى بالدي داي لإنزال القوات البريطانية والمتحالفة معها على شواطئ النورماندي الفرنسية والتي كانت أولى خطوات هزيمة القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية